أولا تتوضأ وضوءك للصلاة ثانيا تنوي فلا بد من النية لصلاة الاستخار قبل الشروع فيها ثالثا تصلي ركعتين من غير الفريضة ومن السنة أن تقرأ بالركعة الأولى بعد الفاتحة صورة قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة صورة قل هو الله أحد رابعا بعد السلام من الصلاة ترفع يديك بالدعاء في أول الدعاء تحمد وتثني على الله الأفضل الصلاة الإبراهيمية التي تقال بالتشاهد ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أو بأي صيغة أخرى خامسا تقرأ دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمي حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ويسمي حاجته وفي رواية ثم رضي به رواه الأخرى سادسا ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت في المرة الأولى الصلاة الإبراهيمية والآن انتهت صلاة الاستخارة وأترك أمرك إلى الله متوكلا عليه وسعى في طلبك ودعك من الأحلام أو الضيق الذي يصيبك ولا تنتفت إلى هذه الأمور بشيء وسعى في أمريكا إلى آخر ما تصل إليه